اليوم قال لك دخلوا وزير اسمها تمار دخلوه للسجن هذا الوزير بعت لي احد الافاضل وهذا كان شاد في الوزير السكن يعني او البناءات او حاجة هكذا يعني المهم هذا الوزير باش يمد الاغريمون للسنتربرونير تعالباطيمون هذو الناس اللي يشتغلوا في البناء اقسم لي انه يطلب خمسمائة مليون اغلب الناس للدولة الغريمون في وقته اخذ عليهم خمسمائة مليون سؤال مطروح وين كانت الدياريس وين كانت الجيف هالي المفتشية العامة للضرائب وين كانت الاجهزة الرقابية وين كانت الاكور دي كونت مجلس المحاسبة وين كانت الشرطة وين كانت الدرك وين كان القضاء كانوا يكلوا معهم كل الاجهزة فزدت لا كور دي كونت اليوم مسؤول النقابة فيها يقول بان رئيس لا كور دي كونت لا يريد ان يحرك ساكنا لملفات الفساد مع ان دور لا كور دي كونت مجلس المحاسبة هذا كله هو الرقابة على المال العام في الوزارات في السفارات في كل اماكن مال العام دورها ترح تراقب وتحاسب خرجوها من ادنى عمل وهو المحنط عنده سنة مني طاحته قريبا ما زال نفس الشيء وهذا التبون هوا عنده قريب شهرين من اللي جاء ما زال نفس الشيء النقابيين في التعلى كور دي كونت وانا كان بعض منهم اللي حتى كانوا درسوا معايا يبكون دمًا بان المجلس محاسبة موش يدير في اي شيء بل بالعكس راهوا يغطع الفساد علاه لانا يكلوا معاهم كثير من القضاءات ما اصبحوش قضاءات اصبحوا نهب المال وبالمناسبة اخواني الجمعة الماضية بشعاراتكم رعبتوه هذا الزقماتي هذا هذا هو تليفون هذا هو القضاء تليفون هو اللي يعطي الاوامر بالتليفون كي نقول هو يعني المدارع اللي يتابعين له المفتش العام الى اخره اللي يأمر بعض القضاءات افعل كذا لا تفعل كذا والقاضي اللي يشد معاهم والله يقولهم تبقوا القانون والله يعاقبوه يحاسبوه كان يطيشوه الى اطراف الدنيا وكان اللي حتى يطردوه او يضايقوه سبعا عندهم سبعين طريقة للتضيق الجمعة الماضية بيرفعكم تلك الشعارات رعبتوهم خاصة لما قفتوا امام المجاز في بعض المجاز القضائية وانشطم تلك الالاشيد وضد هذا الزقماتي وغيره القضاء هو من بين اخطر الوسائل مع الشرطة اللي تستند لها هذه العصابة شكون يدخل الاحرار شكون يدخل الاحرار لان يشوف في الفيسبوك هم ممكن نعم قطعوا الخط لكن على كل انا على بوابا ننتهي والناس اذا كان يستطيعوا يجوه اليوتيوب فهو اضمن يعني اذا شكون اللي دخل الاحرار هما قضاء التليفون اللي اكثرهم فاسد واقل شي منهم ان يتلقى الاوامر والمفروض انه ضميره ما يسمحلوش والقانون ما يسمحلوش ان يتلقى الاوامر اليوم النايب اليوم المفتش العام يقول لهم للقوضات هاو الفاكس هاو رقم الفاكس انتاعي بعثوا لي فاكس اذا واحد ضغط عليكم يعني واحد الاستغبال واحد الاستهبال يعني وكانوا مش عارف شكل يضغط عليهم وكانوا مش عارف ان الضغط يأتي اساسا من وزارة العدل نفسها ومن عند الحنوشة استمروا يا اخواني في هذا ضد زقناتي هذا ايضا شعارات غدا باش يعرف ان هذا الشعب لن يسامحوا ابدا وانا متأكد انهم بعد ما يشوفوا هذا الضغط عليه سيغيرونه وباش اي وزير اخر يجي يعرف ان هذا الشعب لن يتسامح معه وبالمناسبة يجب ان يظل ذلك الموقف الرائع اللي كان ايام في الايام الماضية وهو اين يذهب وزير يكون هناك احتجاج يعني هذا مش وزراء افضلهم قبل ان تعينوا العصابة افضلهم قبل ان يكون خادم عند عصابة والشعب متظاهر ومنتفذ اشتركوا في القناة 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 شكرا